السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد اليوم بدنا نشرح طريقة اضافة الرصيد لسيرفور FW Unlock بعد ما عملنا تسجيل الدخول في الفيديو السابق الان بدنا نشرح طريقة اضافة الرصيد بعد ما سجلنا دخول مباشرة نتوجه لـ Added Font نفتح معنا الواجهة بالشكل هنا نضع قيمة المبلغ اللي بدنا نشحن خمسة دولار عشرة دولار او اي مبلغ احنا بدنا نشحن بعدها مباشرة بختار طريقة الدفع اللي بدي ادفعها في عندك هون Binance عملات رقمية في عندك زين كاش الاردن في عندك وستر يونيوم تحويل في عندك هون تحويل بنكي عن طريق الايبان عندك مونيجروم عندك بايبال لو اجينا مثلا على سبيل المثال اجينا عملنا تحويل بنكي وعملنا Added Font مباشرة هون بيطلع عندك معلومات الحساب اللي بدك تحول عليه بعد ما تقوم بهذه العملية التحويل هون بشكل كامل بتاخد سكرين شوت للعملية مباشرة بتبعتها على الواتساب الموجود بالزاوية هون جرد ما ضغط على الواتساب يحولك مباشرة على الواتساب وبتبعت سكرين شوت مع الإيميل تبعك عشان ينضاف الرصيد طبعا اي خدمة بتختارها اي طريق الدفع بتختارها من الطرق وطلع لك شرح بشكل تفصيلي كيف تحول لو اخترنا باينانس واجينا اخترنا مثلا خمسة دولور واجينا اخطينا على باينانس وعملنا Added Font رح يطلع لك هون الترون USDT بتقدر تنسخ الرابط وتحول عليه بتقدر تعمل سكان على محفظة باي باينانس وبتقدر برضو الترون تحول من باينانس عن طريق الترون مباشرة اذا ما كان عندك محفظة باينانس بدك تعمل محفظة بتقدر تسحب البورك كود الموجود هون بتعمل محفظة وتشحنها وتقدر تدفع فيها وتكون الشحن مباشر وان شاء الله قريبا جدا راح ينضاف طريقة دفع فيزا راح يكون فيه طريقة دفع فيزا مباشرة للموقع طبعا من داخل الاردن تحويل زين كاش تقدر عن طريق تحويل لرقم الهاتف مباشرة وفيه شحن مباشر عن طريق البيبال لو ضغطنا على البيبال وعملنا ادد فاوند راح يحولك على بايبال وتكمل عملية التفع عن طريق الفيزا او عن طريق تسجيل دخول الحساب هذا كان شرح سريع بطريقة شحن الرصيد راح نتابع السلسلة بعد ما خلصنا طريقة تسجيل الدخول وطريقة او اضافة الرصيد راح نبلش بطريقة طلب الاردرات للفتح الرسمي للايكلاود للسامسونج الاربي للإكسانيوم لعمل تشيك للجهاز تعمل تفحص الجهاز تاخد معلومات الجهاز كاملة كل الخدمات راح نتطرق لها واحدة واحدة كل واحدة راح تكون في فيديو منفصل ان شاء الله هون راح يكون في خيار موجود ترجع لهاي الفيديوهات كلياتها من صفحة هون راح تكون فيها شرح اختارها بيج زي هيك تكون فيها كل الفيديوهات اللي شرحناها عشان تسهل عليك خلال العمل إدك تطلب خدمة ترجع للفيديو تطلب الخدمة بشكل صحيح 100% اراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر